مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب حضراتكم وحلقة جديدة من المحترف في الدوري المصري الحقيقة عايزين نتكلم النهاردة في حاجات كتيرة جدا النهاردة في حلقتنا بس كالعادة زي ما عودناكم في المحترف في الدوري المصري ان احنا كل اخبار طبعا دورينا الدوري المصري والنتائج واجد والترتيب ولكن كمان عندنا في كل اسبوع عندنا قضية بنترحها على حضراتكم وبنحاول نشوف ابعادها ونحاول نشوف خلولها الحقيقة حلقتنا النهاردة هنتكلم على بطولة كسر الأمم الأفريقية للشباب الحالية الموجودة في مصر ويمكن الظهور المتواضع لمنتخبنا في البطولة دي واللي يمكن اثار غضب كتير من الجماهير ومحب كورة القدم على هذا الأداء وهذه النتائج والناس بدأت تقلق على مستقبل الكورة المصرية هتكلم في نقطتين النقطة الأولى فنية والنقطة التانية إدارية بالنسبة للنواحي الفنية خلينا نتكلم بكل أمانة استعداد هذا المنتخب ممكن أقول ما كانش على المستوى المطلوب اختيار بعض اللاعبين أيضا ما كانش على مستوى المطلوب وما بتكلمش على المرحلة الحالية أنا بتكلم التمهيد وده والتحضير لهذه المنتخبات اللي عايز أقول لحضراتكم أنها بيتم إزاي في أوروبا على سبيل المثال التحضير بيتم بشكل يمكن قابليها بعدة سنوات لأنه زي ما بقول لحضراتكم المنتخبات الوطنية في الدول المتقدمة قرويا هي حلقة أو سلسلة متصلة ببعض يعني لو بتتكلم على منتخب الشباب يبقى فيه منتخب شباب أو منتخب ناشئين الأول بعدين منتخب شباب وبعدين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول أربع حلقات موصولة ببعض طيب عندنا في مصر هذه السلسلة موجودة أصلا يعني فيه يعني فيه تدرج فيه هذه المنتخبات ولا ما عندناش حاجة خالص احنا الحقيقة ما عندناش حاجة خالص الحقيقة وده اللي بنتكلم عليه والواحد يمكن تعب من كلمة البلان والخطة المستقبلية وا 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 فدي أثار سلبية وأثار طبيعية أن ما فيش عندك خطة مستقبلية لمنتخبات بلدك فالناس ما تتفاجئش بهذا المستوى أو بهذا الأداء ولو عندنا منتخب في بعض الأحيان بيعمل نتيجة طيبة على مستوى النتيجة أو الوصول لكاس العالم دي صدقوني بتبقى عملية بالصدفة ما عندناش في مصر خطة تقدر تقول أننا موجودين عشان نطور الكرة المصرية ومن خلالها بيكون عندك منتخبات على مستوى جيد جدا وتاني كل المنتخبات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم الهدف الأساسي الهدف الأساسي مش أننا نروح بطولة أفريقيا ولا نروح كاس العالم للناشئين أو للشباب لا ده الهدف الأساسي اللي الناس بتشغل عليه برة أنك بتكون قاعدة قوية جدا للمنتخب الأول اللي في الصورة يبقى فيه مصنع شغال تحت منتخب ناشئين وشباب وأولومبي علشان يغزي المنتخب الأول ده الهدف ده الهدف ما فيش شك هو ده الهدف الأكبر أن أنت بتشتغل من تحت علشان تطلع زي قطعات الناشئين في الأندية بتشتغل من تحت علشان تغزي الفريق الأول طيب على مستوى منتخبنا الناس تلقيت بتقول آه عندنا عناصر جيدة ولكن على المستوى الجماعي مش قادرين يلعبوا مع بعض فعلمت استفهام على الجزئية دي الإدارة الفنية والحقيقة هاف عند الإدارة الفنية لأنه كان فيه هجوم كاسح على الكابتن طبعا المدير الفني محمود جابر المدير الفني المنتخب الشباب وهذا مرفوض تماما قد يكون مقبول إلى حد ما من جماهير مصر من جماهير اللي بتحب فرقتها من بتحب منتخبها ولكن يعني مرفوض شكلا وموضوعا على لسان المسؤولين يعني ما ينفعش واحد مسؤول أصلا عن هذا القطاع ويطلع يقولك على سبيل المثال لا يعني ما عرفناش نختار بمعنى أصح في وقت في وقت يعني والناس يعني أنا يعني مستغرب من هذه التصرحات الحقيقة لأنها كلها بتبقى شمعات للمستقبل اللي جاي إننا إحنا خلاص يعني يعني وضعنا سيء جدا في البطولة وممكن نخرج لقدر الله يوم السبت أمام السنغال فالحقيقة شيء يعني يدعو للحزن الحقيقة لأن كمسؤول أنت لازم تبقى عارف أولا قراراتك دي ومتمسك بهذه القرارات وبتدافع عنها ده على مستوى القرارات لكن كمان على مستوى بلدك على مستوى الحالة الفنية للمدير الفني لداخل المعارقة يوم السبت هتكون عاملة إزاي لما يسمع هذه التصرحات على مستوى اللاعبين لما تسمع هذه التصرحات من مسؤولين للمدير الفني بتاحهم حيبقى شكلهم عامل إزاي هو ده الإعداد اللي بنعده لولدنا خلال التمانية واربعين ساعة اللي فاتوا عشان يلعبوا أفضل منتخبات الموجودة في البطولة هو منتخب السنغال وترجع تقول آه يعني منتخب مش نافع وترجع تقول تاني طب هو كان فيه منتخب الناشئين منتخب الناشئين خرج وما حد يسمع عنه حاجة ده حتى ما فيش ريبورت تكتب ليه منتخب الناشئين مش معقولة 25 لعيب ما فهمش لعيب كويس يعني حتى على منتخب الناشئين مش معقولة فيه يعني 25 لعيب ما يكونش فيه إنك بتطلع على أل حتى لو ما روحتش بطولة أفراقيا أو كاس العالم على أل لعينك بتدور على 3-4 لعيبة لا ده الولاد دول كواسين عايزين يتطوروا شوية ممكن يكونوا موجودين في منتخب الشباب يعني ومنتخب الشباب لقدر الله لو ما راحش كاس العالم لازم يكون الولاد الموجودين دول لا مش مع السلامة والجهاز الفني مع السلامة والدنيا خلصت مش هو ده الطريق إنك حتى على مستوى لما بتوصلش كاس عالم بيكون عينك على بعض اللعيبة المميزة الليها هتكون دول ولاد موجودين مع المنتخب الأولمبي وهكذا لغاية ما تطلع في الآخر المنتخبات دي كلها تطلع في الآخر 4-5 لعبين على مستوى جيد كل سنتين 3 يبقى عندك قاعدة واسعة من اللعبين للأسف مش موجودة للأسف مش موجودة اللي بقول لحضراتك دوت مش موجود في مصر وإمتى هيحصل أنا مش عارف جزء تاني الناس تقول لك إمكانيات اللعيبة فيه لعيبة بتلعب فيه لعيبة ما بتلعبش الدوري ما بيفرس لعيبة دولية وإحنا هنا في المحترف وقناة النادي الأهلي الحقيقة بدأنا في فتح ملف اللعيبة المصريين ذو الجنسية المزدوجة من عايز أقول لكم من من شهور طويلة جدا 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 واتكلمنا على بعض العناصر الجيدة موجود بعضهم يمكن بلاي المظهر موجود صلاح الباشا كان موجود لكن كان عنده إصابة ولكن كان فيه مجموعة وقاعدة كبيرة جدا موجودة من اللاعبين اللي كان ممكن لو أنت تعبت شوية واشتغلت شوية وروحت اتكلمت مع الولاد دول وهم كانوا حيكونوا سعداء جدا إنهم يكونوا موجودين على الأل حيكون عندك أربع خمس لعيبة على مستوى جيد جدا في هذه البطولة لأن زي ما بقول لحضراتكم الملف ده إحنا متأخرين أي يعني أنا ما بقولش حاجة جديدة ما بخترعش حاجة منتخب المغربي بيعمل كده المنتخب الجزائري بيعمل كده منتخب السنغالي بيعمل كده على مستوى الفريق الأول فأنا ما بخترعش الزرة لا فيه ناس بتشتغل وبتابع وبتروح للولاد دول وبتتكلم معهم تعالى إلعب لمنتخبك وهو عنده 17 سنة ما بتكلمش بعد الولد ما بيروح بيلعب في أندية جبيرة تبدأ أنت تروح له فأقولك لا معلش أنا آسف فعملية التحضير دي للأسف مش موجودة أنك بتحضر لمنتخب مش موجود على المستوى الفني على المستوى الإداري الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم يعني تصرحات المسؤولين أصبتني أنا يعني بالزعر بالخوف ما بالك بقى الكابتن محمود جابر وما بالك اللعيبة حصل فيها إيه ما ينفعش الحقيقة مع يعني احترامي الكامل لكل الناس اللي تلعد وقال التصرحات على مستوى منتخب المنتخب الشباب سواء للإدارة الفنية وأنا بخص طبعا الإدارة الفنية لأننا هنا في قناة النادي الأهلي وهنا في البرنامج وأنا على مستوى الشخصي بدعم جدا جدا كابتن محمود جابر لأنه هو ده المطلوب دلوقتي خليك في ظهره خليك يعني عندك الشجاعة والقوة تقول لك آه ده اختياري ولكن آه قد يكون هناك بعض الأخطاء لكن إحنا في ظهر الناس دي وورا اللعيبة عندنا سقف الكابتن محمود إفرد إن شاء الله بإذن الله إفرد كابتن محمود كسب السنغال وصل للدور الجاية وصل للدور البعادية وصل للنهاية وخد البطولة أنت يعني قل لي كده التصريح اللي هتطلع فيه بعد البطول هيقولك إيه أنا عارف هيقولك إيه إحنا دعمنا هذا المنتخب وكان اختيار جايد للكابتن محمود وساعة الفرح كل الناس بتبقى موجودة فهذا خلاص ما بقاش مقبول يا جماعة ما بقاش مقبول والناس بدأ يعني الناس بتفهم يعني الناس بدأت تفهم كويس قوي فعندك أنت قصور شوية في عملية الاختيار قد يكون لأن عملية الاختيار يعني مدربي للقطاع الناشئين أو مدربي هذا الجيل من المرحلة السنية لمعايير معينة ترجمة نانسي قنقر